يعني ماما ناجوة بتقول لنا حاجة يبقى برضه في مقدورنا ما تقول لنا تيجيش تقول لنا الزرعة وزرعوا وحطوا مش عارفة ايه ونزلوا كنوسوا قدام الباب وعملوا في حاجة جمعة اسمها اتحاد الملاك او الملاك نفسهم ذات نفسهم شخصيا انه يبقى فيه كل سنة بلاش سنة كل سنتين ثلاثة نلم من بعض وكل واحد يعمل بلاكونتو بس كلهم لون واحد يعني يبيد العمارة كلها تتبيد وتتقسم على العمارة كلها سواء عشرة دوار اربعة دوار وكبر لكن ما يطلعش بقى يجي واحد لطيف قوي وراء عامل مثلا البلاكونة موف او كاروهات او الشبابيك بورتقاني لا ده برضه فيها قانون وحسابات في مصر بقى الجميلة بلدنا عندنا حاجة اسمها التكييف طبعا التكييف على طول عبارة عن دمامل طلع اسف يعني في العمارة لقى طلع من هنا وطلع من هنا وطلع من هنا برا مفيش حاجة اسمها تكييف طالع برا حتى لو هو سنترل اللي هو التكييف المركزي بيبقى برضه له جهاز كبير قوي ضخم بيحطوه فوق قوي رمين فعش بس لفت نظري وانا جاية او وانا جاية من شهرين ثلاثة ان في عمارة في مدان سفينكس تجايين كده من 26 يوليو تلاقي على ايدك اليمين عمارة جميلة كده جري فاتح وحطين على كل شباك مربعات بالمستطيل لونها جري غامق رصاصي غامق قوي فمن بعيد قوي شكلها جميل قوي يعني ايش اي جمال والسلام يعني يبقى كويس الموضوع التكييف اللي برا ممنوع في بلاد كتيرة جدا